صلوا من أجل شباب العالم لأنهم في وضع صعب ويمكنكم أن تساعدوهم بمحبتكم وبصلوات حرة تلهب قلوبكم قولوا للشباب ألا يدعوا أنفسهم يظلون سواء السبيل وليبقوا لإيمانهم مخلصين بهذه النواية أقام أصدقاء مريم ملكة السلام صلاة المسبحة والسجود وكداسا إلهيا على نية الشبيبة ترأسه الأب الكبوش توني فريحة في دير سيدة جبل الكرمل الحزمية في حضور عدد من الشبيبة والمؤمنين الأب توني فريحة شدد في كلمته الروحية على مفهوم عدم الخوف بل لأت تمسك بكلمة الرب التي تنقق قلب الإنسان من مخاطر الشر وتحيطه بالمحبة والطمأنينة مؤكدا أن كلمة الرب لا يمكن أن تكون فارغة وكلمة الله بيعطي الله ما رح يترك هالزرع يموت ولا ممكن ترجع كلمة الله فاضية فأذن الصلاة اللي أنا ببعتها الرب بيرجع بيردلي إياها بنعم بتخليها الإيمان يكبر أما بعد هناك سؤال يطرح نفسه لماذا يقوم كدس الشبيبة كل يوم خميس كاميرا تيل الميال التقت بأصدقاء مريم ملكة السلام والمؤمنين المشاركين مؤكدين أن إقامة الصلاة والقداس يوم الخميس هو عمل روحي مماثل لرحلة الحج إلى ميديوكوريا من أجمل سمار اللي منيختبرها هونيك هو المشارك اليومي بميديوكوريا بالزبيحة الإلهية بالإدس اللي بنعمل كل يوم بعد الظهر انطلاءا من هالشيء من هالشباب اللي بيجي خاصة عنصر الشباب اللي عم بيجي عندهم هلافة هايدي عم نحاول نلبي يعني الجامعة وهلافة هايدي بإدس عم قررنا نعمله كل نهار خميس بعد الظهر عشية هلا متل هلا هايدي الوقت بداير الكرمي البالحزمية واسمه إدس الشبيبة يعني عم حس حالي عم صلي عن جد من قلبي يمكن لأنه هالأد خشوع ويمكن لأنه هالأد دي جاو انه جاو صلاة وجاو جماعة وهيكي فا يعني بكل بساطة انه عم عم تعرف أكتر عجوون ويعني هالشي عم بيشجعني انه انه انطلع زور فوق زور ميديوكوريا بإظن الله قريبا رحت عأساس انه رايحين نقصدر وهيكي فجأة بلش ابكي 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 دموع وصار معي ارتداد مش طبيعي هونيكي ومن وقتا ما صبحها ما عد تركتها وصرت التزم بإدس ميديوكوريا كل حدا راجع من ميديوكوريا يقدير إذا عنده مثلا بتجي التزم بشي مرة بالجمعة من بعد الشغل وقت شواء مأخر يقدير يكون عنده محال يجي يصلي يعمل البروغرام ميديوكوريا اللي منعمله عادة كل يوم هونيكي كرميل انه مثل يحس حاله بعد منه كتير بعيد عن هالجو كنيسة الاساسية بلشت بتلميذ يسوع اللي كانوا مع بعضن وبلشوا يكتر واكتر 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 كيف وقت كانوا جماعات صلاة عم تتجي تصلي نحنا هون جماعة صلاة نحنا اصدقاء ماريان ماريكات السلام ونجي عم نقدس سوا عم تصلي ما صبحتنا سوا كما هيك منكون كلنا سوا قلب واحد عقل واحد روح وحدة اذن وعلى مدار ساعة ونصف ابحل المؤمنون في عمق زروة الصلاة وعانقوا الترانيمة والانشيد باجواء من الخشوع والتأمل وضعين نواياهم في يد سيدة العزراء كي تحمي عائلتهم وتنقذهم من الشدائد والألام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة